اهلا بكم مشاهدين من العناوين للتفاصيل اعلنت القوات المسلحة عن بدء اعملية عسكرية واسعة في شمال سيناء وذلك ردا على الهجوم الارهابي الاخير وقالت في بيان لها امس الاحد انه استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للارهاب والقضاء على البؤر الارهابية في سيناء نفذت طائرات الاباتشي عددا من الهجمات الجوية استهدفت من خلالها الاوكار والبؤر الارهابية بمناطق العريش والشيخ زويد بشمال سيناء اضاف البيان ان العمليات اصفرت عن تدمير مجموعة من مخزن الاسلحة والدخائر وعدد من المركبات التي تستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها الاجرامية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية